اهلا بيكو معاكو عمر عاطف في ديمو عن الباور بي اي ازا بلاننج تول الابجكتف بتاع الديمو ده ان احنا نعمل مع بعض اوبيكس بودجت لسنة 2021 با دي بارتمنت مش بس كده محتاج كمان يكون فيه دي بارتمنتل ساين اوف يعني ايه يعني الهد بتاع كل دي بارتمنت لازم يكون موافق على الارقام اللي هتكون موجودة في البودجت كمان انا مش شغال لوحدي مش شغال في الفراغ انا عندي بودجت جايدلاينز ولازم ما تخطاش هزير جايدلاينز واخر حاجة محتاجة اطلع الاوتوت النهائي بتاعي على انتر اكتف برزنتيشن طب ايه الانبوتس الموجودة عندي الانبوتس عندي تلات حاجات اول حاجة عندي الاكتشوال اوبيكس ريبورت بتاع سنة 20 متاخد من لير ار بي سيستم او من نظام الحسابات كمان عندي لستة بالكوز سنترز والاكاونت واخر حاجة عندي البودجت جايدلاينز على الشمال ده ريبورت الاوبيكس الاكتشوال بتاع سنة 20 زي ما جاري ميلي ار بي سيستم وعلى اليمين حلاقي اللوكاوب تابلز اللي فيها لستة الكوز سنتر ولستة الاكاونتز ولان الديتا جاية من اكتر من سورس وفي النهاية محتاجة اعمل انتر اكتف داشبورد فقررت اشتغل باستخدام الـ Power BI اول حاجة محتاجة ابدأ استخدم الـ Actual Data احطها عندي في الماضل وكمان ابدأ اتفرج عليها وحاول افهمها وطلع منها انسايتز عشان كده روحت على الـ Power BI واستغلت امكانيات الـ Power Query الموجودة في الـ Power BI وقدرت اجيب الثلاث جداول المحتاجة اتعامل معه في الـ Actual اول واحد الـ Actual OPEX Report اللي جبدا من الـ ERP System الجدول الثاني هو جدول الـ Accounts والجدول الثالث هو جدول الـ Cost Center وبشكل تلقائي اول ما اعملت Closing Apply في الـ Power BI على طول حصل لودنج لـ Data Model وبشكل أوتوماتيك كمان الـ Data تنظامت كما حراك شايف ثلاث جداول وبينهم One to Mini Relation في شكل بيسموه Star Schema كده الموضل بتاعي جاهز عشان ابدأ اطلع منه بعض المعلومات واشوف هكمل التاسك بتاعتي ازاي اول خطوة عملتها بنيت لنفسي داش بورد عشان يساعدني افهم منه الارقام بتاعت السنة اللي فاتت واختارت اتنين دونت شارت واحدة فيهم بتورين الـ OPEX باي ديبارتمنت والتانية بتورين الـ OPEX باي أكاونت وكمان رسمت لينت شارت علشان نشوفي سيزنالتي ماشية دايخة للسنة وعملت بيفو تيبل تحت علشان يساعدني ان اعمل زوم إن على اي رقم محتاج اعمل زوم إن عليه وانا شغال ولو بصيت على دونت شارت هتلاقي اكبر ثلاثة كوست سنتر بيصرفه هما الماركتنج يليهم السبلاي تشين واخر حاجة الـ OPERATIONS ولو بصيت على المصروفات هتلاقي اعلى مصروفه السارز يليه الـ ADVERTISEMENT واخر حاجة هي الـ RAND ولان انا شغالها على INTERACTIVE داشبورد فأي حاجة هختارها من اي تشارت هتعمل الـ RIPORT بالكامل فبص معي مثلا لو اخترت على دونت شارت دي واخترت منها الجزء الازرق بتاع السارز هتلاقي الـ Pivot Table Report بقى كله باصس بس على السارز وهتلاقي كمان الـ Line Chart بقى باصس بس على السارز وهفهم على طول ان بيحصل ديادة فاصل الصيف وبكاب تستمر بالنسبة للسارز ولو اخترت حاجة زي الـ ADVERTISEMENT هتلاقي الـ Top بيكون في فاصل الصيف في السيزنالتي قوية جدا في فاصل الصيف وواضح جدا نحن نعمل دعاية عالية جدا في فاصل الصيف ولو روحت على الـ RAND هتلاقيه بيبدأ بليفل واطي وبعد كده بيديد فاصل الصيف وبكاب يرجع يستقر ولكن على الـ Level اعلى من اللي كان بيدفع في بداية السنة طبعا دي حاجات دي كلها اخدت بيها نوتس وروحت اتكلمتها بأدلات المختلفة وبدأت اكون فكرة عن اللي بيحصل في الشركة وكون فكرة عن طبيعة المصروفات وازاي بتزيده وتقل حسب السيزنالتي ففهمت مثلا ان الماركتن بتأجر اوتلتس اضافية ودي بتكون بشكل مؤقت ثلاث شهور الصيف وبعد كده بنسيبهم عشان كده بيعلى قوي في الصيف الرنت وبيقل ولكن الزيادة المبين الفترة الاولى والتانية بتكون بالنتيجة الزيادة السنوية اللي بتحصل في عقود الايجار ولو بسيطة على حاجة زي السارز فهمت برضو ان الزيادة السنوية بتاعت الشركة بتكون في شهر جولاي وهو ده اللي بيخلي فيه ستيب اوب جامد بيحسب سهل جولاي وبيكمل معايا في خلال السنة وعلشان انا مطلوب مني اخد ساين اوف من الدبارتمنت كمان لازم اخد منهم امبوت عشان كده جهيزت اكسيل شيت زي دي موجود فيها شهور السنة وموجود فيها كل الاكاونت وعملت واحدة لكل دبارتمنت موجودين في فولدر زي اللي موجود هنا ده وبعدت لكل ادارة الفايل بتاعها وانتوا لو سمحتوا حطواي الامبوت بتاعكم متفصل بشهور عشان ده يكون بتاعتي بعد كده ومع التمبلت اللي بعتنا لها لادارات بعتنا لهم كمان الهاي لايفل اسومشنز اللي متاخده من الكمبني جايدلاينز وانهم لو سمحتوا احنا عايزين كل الاوبيكس يزيد اكوردن تو انفليشن انليس سبسيفايد في البوينس اللي بعد كده ومنها مثلا السهر بيزيد تتماكسم عشرة في المية افكتف في جولاي كمان الرينت بيزيد عشرة في المية ولكن ممكن يكون كمان according relevant contract والجنرال انفليشن او سبعة في المية وكمان عايزين توتل اوبيكس رغم كل الاسومشنز اللي الفوق دي فيكن سترين كبير جدا ان توتل اوبيكس ما ينفعش يزيد اكتر من تسعة في المية ييرو في رير دلوقتي باع عندي كل الامبوت جاي من كل الادارات حطتهم كلهم فولدر واحد وسميته فرص سبميشن لان ده قبل ريفيو والتاني رجعت على الpower bi واستغلت المرة التانية امكانت الpower query وقدرت اجيب كل التابلز الموجودة في الفولدر ده فوقت واحد وحطهم تحت بعض مش بس كده كمان خيات الpower query يشوفهم كأنه هو تابل واحد ولكن وجدتني مشكلتين المشكلة الاولى ان الشهور جاء بالعرض وده ما كانش موجود في الستركتشر بتاع زي ما جاءت لي من ERP system كمان عندي account names والcost center names عكس اللي كان موجود في ERP system لما كان جايلي اكواد بتاعت الاكاونت وبتاعت الcost centers لكما فيش مشكلة برضو استخدمت امكانيات ممتازة عشان اقدر اجيب الديتا كلها بالطول يبقى عندي كولوم واحد موجود في بس الشهور وده كمان احاول اسامي الaccounts واسامي الcost center الى اكواد زي ما حراك شايف باستخدام التابلز اللي كان عندي فيها لستة الاكواد مع لستة الاكاونت وكده بقى عندي نفس الستركتشر بالزبط اللي كان موجود في ERP system زي ما كان جاي بالزبط قدر تعمل للديتا بتاعت وخليها هي كمان شكلها يبقى بالزبط نفس الستركتشر بتاع عملت كده بقى عندي تابلز يادة في الستركتشر بتاعي اسمه في السبميشن وموجود فيه ارقام البودجت للسنة الجديدة وكمان زودت كالندر تابل باستخدام الداكس وطالما عندي موضل واحد موجود في الاختشوال والفوركست اقدر اعمل داشبورد واحد اقارن بين الاثنين وابدأ البودجت ريفيو بشكل كويس جدا ودلوقتي بقى عندي داشبورد جديد استخدمت فيه مجموعة من الفاجولز وسليسر ومجموعة من الكاردز فوق اليمين هتلاقي الكاردز بتوريك التوتل اكتشوال اوبيكس عالسان اللي فاتت كمان هتوريك التوتل اوبيكس الجديد فرس سبميشن والفارقة بينهم قد ايه وزيدة السنوية قد ايه على الشمال هتلاقي سليسر وده شهرته بيعمل فلتر لو اخترت مثلا حاجة زي الفاينانس هتلاقي الريبورت بالكامل بقى باصس عالفاينانس لو اخترت الماركتنج هتلاقي الريبورت بالكامل باصص على الماركتنج وهكذا تحتيه هتلاقي الفيرس سبميشن فيرسز اكتشوال السنة اللي فاتت الاتنين موجودين في كولوم تشارت وباصص عليهم على مستوى كل الشهور وكمان الخط البرتواني ده بيمثل الزيادة السنوية او يير في يير انكريز اذا برسانتج لو نزلت تحت نفس الفيو بالزبط ولكن بدل من باصص على الشهور باصص على كل اكاونت على حدة وهتلاقي فوق على يمين بعد الكارز على طول هتلاقيه حيسمها ووتر فول ولازمته انه يعمل بريكداون للستة مليون اللي موجودة ازا ديفرنس بتوين الفيرس سبميشن اللي انا عملته والاكتشوال السنان اللي فاتت والتأسيمة بتاعتهم زي ما انت شايف اكبر جلز جاي في ساريس بعد كده جاي في الادبتايزنج بعد كده رنت وهكذا وهكذا واتنين دونت شارت موجودين تحت خالص على اليمين ودول لازمتهم ان انا اشوف التأسيمة بتاعت الاكاونت بالنسبة للأكتشوال بتاع السنان اللي فاتت وبالنسبة للسبميشن عشان اشوف هل يتغير ولا لا والمطلوب دلوقتي ان انا ابدأ اعمل ريفيو الارقام دي واشوف هل ارقام اللي اتبعتت لي من الدبارتمنس دي ميكينج سنس ولا وهل جاية اكوردج للجايدلاينز انا بعتته لهم ولا واول حاجة انا لاحظتها ان زيادة الاوبيكس جاية بنسبة 11% وكان الجايدلاينز بيقول 9% فانا عندي 2% اكتر من المفروض واللي بحاول اعملها دلوقتي ان انا افهم ازيادة دي جاية منين بالزبط فاول حاجة هعملها حبدأ استخدم الاسنان اللي موجود فوق ده عشان اتفرج على ديبارتمنت باي ديبارتمنت فهيختار مسلا للفاينانس فحتلاقي حركة زيادة كلها جاية من الساريز والزيادة اقل جاية من الانشورنس ولو وقفت على الساريز من الووترفول هتلاقي انها بيزيد بنسبة 9% وده ما فيكش مشكلة لان زيادة كان مسموح لانية 10% الانشورن 6% ما فيش مشكلة برضو لان زيادة كانت مسموحة لحد 7% لو روحت على الـ HR هتلاقي زيادة بس جاية من الساريز وجاية بشكل مظبوط 10% الـ IT اعتقد هنا ما دقيب عندي شوية مشاكل عندي زيادة في الساريز ما فيش فيها مشكلة ولكن في زيادة في المنترنس بنسبة 100% وتمانية في المية ودي لما خدت بيها نوت ورحت الكلام مع الجماعة بتوعها الـ IT قوي والله المتوقعين انه هيجي صفتوير جديد هيحتاج منترنس بشكل ما ولكن بعد الكلام معاهم والاتفاقات والدسكاشن والتشالنج وروحنا وجينا اتفقنا انهم حينقصوا الرقم ده بشكل كبير جدا عشان ما يكونش بعيد قوي عن الجاية لينز جات بعتت لهم لو روحنا على الماركتنج هتلاقي نفس الكلام عندنا زيادة عاية جدا في الـ وصلت 15% وده اعلى بكتير جدا من الجاية لينز هتلاقي التاريز ماشي بشكل كويس هتلاقي الرنت زايت برضو بنسبة عالية جدا 30% وده بعيد جدا عن الجاية لينز ودول كمان اتكلمنا معهم واتفقنا ان هما هيقللوا ما بين الرنت وما بين الادفيرتايزنج بحيس برضو ان هما يرجعوا الـ 9% اخر حاجة مفيش فيها مشكلة كذلك مفيش فيها مشكلة وفي النهاية اتفقنا على التعديلات مع اقسام الـ IT والماركتنج وطلبنا منهم Second Submission وفعلا بعتلنا وتعالوا نشوف ايه اللي حصل في Second Submission وفعلا استنمت Second Submission وحضرت برضو فولدر تاني اسمه Second Submission شبه بالزبط الفولدر الاولاني اللي كان فيه First Submission وروحت برضو على Power Query ولاني عملت نفس الخطوات دي قبل كده بنفس structure بالزبط فكل اللي عملته خدت copy من First Submission وسميتها Second Submission ومشيت بنفس الخطوات بالزبط اللي موجودة في الكويري مع تغيير السورس انه بس بس على فولدر مختلف بقى عندي جدوى الجديد اسمه Second Submission وقدرت اربط بينه وبين بقية الجداول اللي موجودة في نفس الموضل عن طريق علاقات وانت وميني بشكل سريع جدا دلوقتي الموضل جاهز وروحت تاني على Report View وانشأت View جديد الـ View ده هدفه ان نقارن First Submission بال Second Submission وتأكد ان كل الـ Actions اتفقنا عليها فعلا وانه بسيت تحت عالشمال هتلاقي Waterfall بيورينا الفروقات بين First and Second Submission وهتلاقي فعلا على نفس تاتا Accounts اتفقنا عليهم الـ Advertising قل بحوالي سمعين واربعين الف هتلاقي كمان الـ Rent قل بمتين الف ومية وخمسين الف ده تقريبا اللي كنا اتفقنا عليه ولو بسيت بالـ Cost Center هتلاقي فعلا دلوقتي انا تمام The actions done Second Submission كويس جدا دلوقتي انا جاهز The final product بتاعي يكون موجود كل اللي عملته اني عملت update للداشبورد وكل اللي عملته اني في مجموعة الكاردز اللي موجودة فوق زي ما كنت باصس قبل كده على First Submission زودت كمان سطر جديد موجود في Second Submission او Final Numbers وحتلاقي فعلا اني وصلت اللي هي تسعة في المية وحتلاقي الفرق ما بين First Submission اللي عملته مع Departments وكده احنا جاهزين نصممت الأوبكس بودجت للمانجمنت كمان اللي موجود ده كويس جدا ممكن نستخدمه عشان نعمل Interactive Presentation وبالتالي انا كمان ready ان انا ا publish ال report ده publish معناها ان احط ال report ده على Power BI Cloud Services علشان الناس المستخدمين ال report ده ممكن يشوفوه من اي مكان سواء من اي لابتوب او من حتى الموبايل application منتهى السهولة هقول publish وهاختار ال work space اللي عايز عمل عليه publish success ودلوقتي نروح مع بعض على cloud ونشوف report بتاعنا موجود ولا من ال Power BI Services زي ما حراك شايف ال report ده موجود نفس اللاود بتاعه بالزبط الفلترز موجودة بفوق شغالة معاك لو اخترت finance ال report كله بيبص على finance لو اخترت من هنا مثلا salaries هتلاقي report بالكامل باصص على salaries لكل الممبرز من نفس التيم اللي ليهم access على ال report ده كمان ممكن نتفرج عليه من الموبايل بكده نكون موصلنا للهائلة الديمو شكرا جدا لوقتوكو والسلام عليكم